يكثف الاحتلال عمليات تجريف الأراضي وقطع الأشجار وبناء وحدات استيطانية جديدة في محافظة سلفيت حيث يواصل العمل في الخط الناقل للمياه الذي بدأه من غرب المحافظة وصولا إلى قرية مردة ما يحدث اليوم من قبل ممارسات قوات الاحتلال الصهيونية هي مجزرة بحق أشجار الزيتون في محافظة سلفيت بحجج واهية وهذه المجزرة بدأت من بلدة بديا غربا وسوف تنتهي حسب مخططاتهم وإعلانهم لمفرق زعتر شرقا والآن وصلت المجزرة إلى أشجار الزيتون في بلدة مردة التي يتم إعدام أشجار زيتون عمر هذه الشجرة أكبر من عمر هذا الاحتلال ألاف الأشجار ومئات الدنومات من الأراضي مهددة بالمصادرة بدأ الاحتلال تجريفها بشكل واسع النطاق حيث تعد المشاريع الاستيطانية أحد أوجه إفراغ الأرض من أصحابها نحن أمام هجم شرسي استيطانية قوية بدأت أوجه الاحتلال تتكشف وتظهر جليا بمصادرة مئات الدنومات من الأراضي بين بديا ومردة بحجة توصيل خط ناكل مياه إسرائيلي لصالح المستوطنات هذا طبعا مخالف للقوانين الدولية وأيضا ينتهك حقوق البيئة والإنسان في هذه المنطقة وهذا وجه قبيح للاحتلال هو مكشوف منذ زمن ولكن تكشف بشراسة في هذه الفترة استمرار العمل في مشروع المياه الاستيطاني تهديد للمزارعين واستمرار في نهج الاحتلال بحرمان المواطنين من المياه بهدف ترحيلهم عن أراضيهم أدوات الاحتلال كثيرة في السيطرة والاستيطان ما يجري هنا من تدمير للمنطقة وقطع للأسجار يعكس شهوة الاحتلال اللامتناهية في السيطرة والاستيطان من أراضي قرية مردة محمد اشتاية تلفزيون فلسطين